السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معي من بين الحلوية اللي كيكونوا سهلين وبساط وايضا كيجيوا ولدت في المطاق ديالهم اليوم ان شاء الله نحضروا الحلوة دي انشاء اللي كتجي لديدها بزيب وبطريقة اللي هي سهلة وبسيطة وبالمقادر ايضا اللي متوفرة عنا في البيت وايضا بلما كنحتاجه لمرشم لولو يعني كتوجد واحد طريقة اللي هي سهلة كاتبنا انا اتعجبكم الحلقة اليوم وقبل مرور طريقة تحضير اللي بقى مشاركتي معي في القناة تضغط على زل اشتراك ثم اتفعل الجرس باش توصل شاء الله بكل ما هو جديد وده بخلكم مع طريقة تحضير فبالنسبة الطريقة والمقادر او الحاجة عندي هنا 250 جرام ديالزبدة طريعة عندي فاليها 120 جرام ديالسكر سندة ونرجع نخلطه مع باتيتهم زيان ونضيف الزبدة مع السكر مزيان فنضيف واحد البيضاء ونضيف هنا 80 مليليتر ديالسيت نباتية ونضيف ملعقة صغيرة ديالنك هاد الفاني كيمكنكم ايضا تعودوها بالسكر فاني لكن اذا عمدت السكر فاني فكتخدمه في اللو الماء السبدة ونضيف 4 جرام ديالخمير هاد الحلوى ونضيف 40 جرام ديال النشا او الميزينة انه ينباد ما مثل المقادر هادو هنرجع نخلطهم زيان مع باتيتهم ونضيف دقيق البيض من بعد ما غربلتهم فبالنسبة للدقيق فهنا تقريبا عندي 600 جرام ديال دقيق انا كنضيف بشوية بشوية وانا كنجمع في الخالطة ديالي حتى كنكمل كمية ديال الدقيق اللي عندي وانا ايام بعد مجمعة العجينة ديالي مزيان كتجيب هاد شكل هادا فالعجينة كتكون ردبة ايضا كنحتاج هنا ينسين ايام بعد ما مثل الورقة ديال الزبدة اللي عن دخل على الفرن وانا ايام كم قا ناخد واحد شوية ديال العجين واللي عن كوره على الشكل الغريبة الحجم الصغير وانا ايضا هتشوفوا معي الطريقة ديال تزين اللي هي سهلة وبسيطة والصراحة كتجي رائعة بالنسبة للمنظر فانا ايام بعد ما كنكوره على الشكل الغريبية بهذا الشكل هادا او الحاجة كناخد السكين وكنزين الحلوة ديالي بهذا الشكل نام بعد ما كنرشن فانا ايام كناخد المقاس وكنقطع العجين بهذا الشكل هادا يعني الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة وكنحصله لوحة الحلوة اللي كتجي رائعة بالنسبة للمنظر ديالا فاكيف شفتوا معي الطريقة فهي سهلة وهنا ايضا كنزينها بالسكين بهذا الشكل وكنحصله للحلوة اللي كتجي بهذا الشكل هادا انا ايام بعد ما كنسلي كنعملها بالسينية وكمقام السمرة يعني بنفس الطريقة حتى كنكمل العجين اللي عندي كان وده بنخليكم مع الفيديو وانا ايام بعد ما كنسلي مباشرة اندخل حلوة الفرن عداجة حرارة 150 درجة المدة دي الطياب تقريبا 15 دقيقة وانا ايام بعد ما كنسلي مباشرة اندخل حلوة الفرن عداجة حرارة 150 درجة وانا ايام بعد ما طابت الحلوة وهي مازالة سخونة فكيف كتشوفوا معي فبالنسبة طيب فبالاحسن كنخليوها بقى بيضا يعني ما كنحمروها شي في الزف كتجيبها تشكل هذا وانا ايام بالنسبة انتزين فانا هنا كنحتاج محت شوية دي النقباش اللي كان زين بهالحلوة وهي مازالة سخونة يعني من الاحسن انا ايام عندها الحلوة ديلي كاملة بالنقباش وهنا ايام من بعد ما سالة انتزين دي الحلوة فبالنسبة انتزين الاخر فانا هنا كنحتاج شوية دي العقيق الفضيو ايضا كنحتاج شوية دي الشوكرة الاسواد من بعد ما دوبتو وعملتو على الشكل الكورني فانا هنا بالنسبة انتزين فانا هنا كناخد كل حلوة كناخد لوحة الحبة دي العقيق اللي كنعملها في الوسط بهات الشكل هذا فانا ما عنزينش الحلوة كاملة يعني من نفس الشكل فبالنسبة انتزين دائما يعني كيبقى الاختيار ديالكم منتوما وانا ايام بعد ما سالة من الحلوة كنخليها حتى كتبرت من زيانة كنقدموها بهات الشكل هذا فكيف شفتم معي بالنسبة ان الطريقة والمقادر فهي الحلوة سهلة وبسيطة لكن كتجي لدي دا بزاف وكتجيه شيشة بزاف يعني بالطريقة اللي هي سهلة وسيطة وما كتاخدش الوقت بزاف كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى تكون عجبتكم الحلقات اليوم واذا عجبتكم الحلقة ما تتنسوا جد من الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديوها دينا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائدة ان شاء الله على الجميع ودبا خاليكم على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة